أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أخيك وابن عمك أمير المؤمنين والسيد الوصين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما من حامل لولي الله مألكة تطوى على نفثات كلها ضرم رسالة إلى الإمام صاحب العصر والزمان من حامل لولي الله مألكة تطوى على نفثات كلها ضرم الخيل عندك ملتها مرابطها والبيض منها عرى أجفانها السأم أعيذ سيفك أن تصدى حديدته ولم يكن فيه تشفى هذه الإمام هذا المحرم قد وافت كناعية مما استحلوا به أيامه الحرم يملأنا سمعك من أصوات ناعية يملأنا سمعك من أصوات ناعية في مسمع الدهر من إعوالها صمم تنعى إليك دماء غاب ناصرها يا فرج الله تنعى إليك دماء غاب ناصرها حتى أريقت ولم يرفع لكم علموا مسفوحة لم تجب عند استغاثتها إلا بأدمع ثكلا شفها ألم حنت وبين يديها فتية شربت حنت وبين يديها فتية شربت من نحرها نصب عينيها يا يا الخذمو موسدين على الرمضاء تنظرهم حر القلوب على ورد الردى ازدحموا وخائضين غمار الموت طافحة أمواجها البيض بالهامات تلتطموا مشوا إلى الحرب يا فرج الله مشوا إلى الحرب مشي الضاريات لها فصافحوا الموت فصافحوا الموت فيها والقناء جموا ولا غضابة يوم الطف إن قتلوا صبرا بهيجاء لم تثبت لها قدم فالحرب تعلم إن ماتوا بها فلقد ماتت بها منهم الأسياف لا لهممو عهدي بهم قصر الأعمار شأنهم لا يهرمون وللهيابة الهرم كانوا في عمر الورود والزهور عشق العلا فقضوا بها والغصن يرمى بالذبول يقدمهم القاسم بن الحسن كأني به في يوم كربلاء وهو بين الصفوف يدافع عن عمه الحسين جاسم هلهلت للخيل واشتد على الخيال أريدك تشارك الليلة شباب وحق على الشباب وكلكم شباب الله يحفظكم ويحرسكم إن شاء الله جاسم هلهلت للخيل واشتد على الخيال وسبعين ألف بالميدان بها الفحل ما بال بزغ من برج صيوان بدر شبل الحسن وراح الخطة الميدان لكن وقف يتشن يخاف القوم متعرفة ومتهاب الظغر سن صاحان الحسن عودي ومن فارس بدر زودي ياه ليوصل حدودي ظلت كل هذي تلقوم ما واحد تدنال رادي طب للحومة ونادت جاسم الحومة بهونك لا تطب ليه يا ابن الشاي علومة أريد أنصب لك الحوفة بعرسك من قرب يومة وجل سمع رجعودي وانسل سمع رخدودي بعرسك يحتب وجودي وظلن دوم مهيوبا وصيرا للبدرهال لكن يا قمر عدنان شنه المهر تنطيني قالي لها علي طلبين يا أمي العلا وشوفيني قالت للمهر منك بدم راسك تحنيني وتنثر لي ولي متشوس وتنحر لي يجفو فوروس وتغني لي بضرب الطوس يجسام وشمع عرساياك اسهام الحرب وامبالة قالي لها على طعم رجو طبل الحرب يوفيها قام الخيل فوق الخيل ينحر هوي جلديها يا جيمة لي عينها الجاسم يقبل عليها والله تشرد من بعد عنه ووفى بوعد المجن علي بس ظلت الحن وقف بموسط الميدان وقام يعد لنعال ومن شافت هذي تش القوم جاسم غفل عن حربة تعنى الجاسم الإزدي لكن يرتعد قلبه سل السيف من غمده وضرب شبل الحسن ضربة ضربة يا جسم هالهامة نصين خرون دهعم محسين أبو اليمات عنا للمعركة عنا للمعركة لكن ما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد جاء في الدعاء المنسوب لسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه قال وتفضل على النساء بالحياء والعفة صدق مولانا الإمام صاحب العصر لذكره صلوات الله صلي وسلم على محمد وآل محمد آمين هذه الفقرة من دعاء أو دعاء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ذكره علماؤنا في كتب الأدعية كالكفعم في مصباحه وهو دعاء شريف جليل القدر ينبغي لنا أن نتعاهد هذا الدعاء بالقراءة دعاء أوله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد البعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وبعد ذلك الإمام عليه السلام يتحدث عن بعض الأخلاق والصفات التي ينبغي لكل عضو في المجتمع أن يتحلى بها فيقول مثلاً فيه وتفضل على النساء بالحياء والعفة وعلى الشيوخ بالسكينة والوقار وعلى الشباب بالتوبة والإنابة كأنما هذا الدعاء فيه برنامج دربوي لما ينبغي أن يكون عليه كل عضو من أعضاء المجتمع الشباب مثلاً ما الذي يناسبهم المرأة ما الذي يناسبها من سلوك الشيوخ مثلاً كيف ينبغي أن يكون سلوك الإنسان عندما يكبر عمره ويصل إلى سن الشيخوخة لا يليق به أن يتصرف كما يتصرف الشباب مثلاً أو كما يتصرف الذين هم أصغر منه لا بد أن يكون هو قدوة للآخرين فيرسم الإمام عليه السلام من خلال هذا الدعاء لكل جيل أو لكل فئة من فئات المجتمع ما يناسبها وهذا في الواقع يحتاج أن نُصلِّط الضوء في كثير من الأحيان على أدعية أهل البيت صلوات الله عليهم لأنه هو وإن كان دعاء إلا أنه يتضمن قيم تربوية أخلاقية سلوكية صبَّها الإمام في قالب الدعاء وإذا تلاحظ أن في كثير مننا هناك فيها أبعاد اجتماعية وظائف اجتماعية أبعاد نفسية مثلاً تحتاج للإنسان أن يتأمل إليها في هذه الفقرة الإمام عليه السلام يتحدث عن ما يليق بالمرأة أو ما ينبغي للمرأة أن تتسم به في سلوكها وأخلاقها وهو جانب العفة وجانب الحياء طبعاً العفة والحياء هو ليس خاص بالمرأة فقط الحياء كسلوك أو كخلق هو يعني خلق عالي جداً مطلوب من كل الناس أن يتسموا بالحياء يعني حتى الرجال لازم يكون الإنسان يستحي الشباب كذلك لازم يكون عند هذا الحياء عنده هذا الخلق في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله صل على محمد وآله كان أشد حياءً من العذراء في خدرها شون البنت أول يعني قبل هذا شون البنت قبل ما تتزوج تستحي أن تتكلم حتى مع النساء النبي صلى الله عليه وآله كان أشد حياء من الفتاة التي هي صغيرة قبل أن تتزوج شاعر يمدح الشهيد مسلم ابن عقيل عليه السلام يقول فتاة كان أحيا من فتاة حيية شون فتاة تستحي هو كان هذا الخلق موجود عنده هذا الخلق أيها الأخوة لن نتصور أنه شيء سيء أن الإنسان يستحي مثلاً أو واحد يقول له واحد لا تستحي أنت شنه بنت امرأة حتى تستحي لا الحياء خلق وبالعكس هو من العصم التي تعصم الإنسان النبي صلى الله عليه وآله يقول مما أدركه الناس من أقوال الأنبياء يعني التحول إلى كأنما هو مثل دارج عند الناس هو قول الناس إذا لم تستحي فاصنع ما شئت لأن هذا آخر سياج آخر قلعة تحمي الإنسان من السقوط والتردي أخلاقياً هو أنه يستحي إذا هذا الحياء بعد ينشال من عنده خلاص هذا ما في شيء يمكن أن يردعه الحياء رادع الحياء سياج للإنسان في جميع مراحل عمر رجال شاب امرأة فتاة تحتاج إلى الحياء وتحتاج إلى العفة كذلك في الرواية كاد العفيف أن يكون ملكاً أو لكاد العفيف أن يكون ملكاً لأن العفة تحجز الإنسان عن الأعمال أو الذنوب أو الأشياء التي تسقط به إلى هوة الرذائل فلكثر ما يكون قريب من الله سبحانه وتعالى يتقرب إليه بالأعمال لكاد أن يكون في مقام الملائكة المقربين لذلك هذه أخلاق لا ينبغي أن تفقد مكانتها وبريقها أنا أذكر الآن نحن عندما نعيش في هذا الواقع لأن كثير من هذه الأخلاقيات توارت وانطفأت وبريقها خفت بل أنها ربما تفسر تفسيراً خاطئ في سنة من السنوات كان أحد المرشحين للرئاسة الأمريكية في أثناء طبعاً فترة المباراة أو فترة الانتخابات وتقديم البرامج الانتخابية كل واحد يقدم برنامج عنده فواحد يقدم يكون برنامج اقتصادي مثلاً يعد الناس يقول لهم أنا إذا أصير رئيس أوفر لكم وظائف وكذا ورفاه اقتصادي واحد يعدهم بالأمن مثلاً كل واحد عنده برنامج معين هذا الرئيس كان برنامج يقول برنامجي أنا مو اقتصادي ولا سياسي ولا أمني برنامجي هو أخلاقي يقول المشاكل التي نحن نعيش فيها الآن سببها مو قلة الموارد الاقتصادية ولا سببها مثلاً بسبب تفشي البطالة أو أمور من هذا النوع يقول المشاكل التي نحن نعيش فيها الآن سببها أن مساحة الحياة والخجل قد تقلصت في أوساط المجتمع الأمريكي بل في أوساط كثير من المجتمعات تقلصت مساحة الحياة والخجل يعني الناس الأول في أشياء كثيرة يستحوا منها يستحي الواحد يسويها مثلاً ممارسات تعتبر بعد مرة كلش مستبعدة من قاموسنا الآن كل ما جل الناس مساحة الحياة والخجل تتقلص في حياة الناس ما صار شيء الآن في أغلب الأحيان الناس يستحوا مننا مثلاً أصبحنا نفسر الحياة والخجل الذي هو سلوك الأنبياء وسلوك الرسل والخلق الأعلى الذي نعتبره من أقوى العصم الموجودة عند الإنسان نحن عندنا مفردتين مترادفتين الحياة والخجل ما هو الفرق بينهما بالمناسبة؟ الحياة هو هذا يعني الشعور الداخلي أو العصم الداخلية هو خلق ذاتي موجود عند الإنسان لا يكتسبه الله يخلق الإنسان والإنسان هو من طبعه بفطرته أكو أشياء يستحي منها أكو أشياء يخجل منها لو ترك الإنسان وفطرته فهذا هو الحياة رادع داخلي في روادع داخلية موجودة داخل الإنسان تردع اللي اسمها العصم نحن عندنا في أحد علماءنا عنده نظرية يسميها نظرية العصم المرحوم الشيخ محمد مهدي الآصفي رضوان الله تعالى عليه عنده كتاب جميل جداً اسمه العصم ما أخذ من فقرة دعاء كوميل للإمام أمير المؤمنين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم يقول هذه العصم عبارة عن منظومة مودعة داخل الإنسان الله خلقه بها عصم ذاتية هذه العصم في الواقع هي التي تعطي للإنسان إنسانيته تعطي للإنسان استقامه هذه العصم المنهج التربوي والسلوك العام في المجتمع إما أن يكون داعم لهذه العصم يقويها يخليها أقوى وإما أن يخليها تضعف وتتهتك ارتكاب الذنوب والمعاصي يخلي هذه العصم تتهتك فيزول أثرها الداخلي الحياة هو عصم داخلية خلق ذاتي يولد به الإنسان لكن لما يجي إلى بيئة تعتبر الحياة أمر سلبي ويشوف أن كثير من الممارسات اللي المفروض الإنسان يستحي منها أصبحت عادية جداً بل الناس تتفاخر بها أحياناً يفقد الحياة قيمته في حياة الإنسان الحياة داخل الإنسان في الخارج أثر الحياة ما هو؟ أثر الحياة هو الخجل الخجل، الخجل هي هذه العلامات اللي تطلع على وجه الإنسان لما يخجل أنت شلون تقول هذا خجلان شوفوا مثلاً منزل رأسه، شوف وجهه صار أحمر مثلاً أو غير ذلك من الأمور هذه العلامات يسموها الخجل، الحياة في الداخل والحياة والخجل في خارج الإنسان إذا عرفنا هذا أيها الإخوة، نحن نريد في هذه الليلة أن نتحدث شوية عن ما يرتبط بسلوك المرأة أو ما ينبغي أن تكون عليه المرأة لا سيما نحن الآن في هذه المرحلة من الزمن، الآن قاعد يصير عبث كبير في البنية الأخلاقية والأدوار الاجتماعية لكل من الرجل والمرأة وهذا العبث قاعد تمارسه هيئات وجهات ترصد له أموال وترصد له ميزانيات وكذا الهدف هو تخريب هذا النسق الاجتماعي وتخريب القناعات الموجودة عند الناس حتى لا يعود هناك شيء يحجز الإنسان أو يمنع الإنسان عن ارتكاب بعض الأمور الواقع هذا اليوم لعلكم أنتم سمعتوا والإخوان سمعوا كثير وبعض خطبائنا الأجلاء الأفاضل تناولوا هذا الموضوع وهو ما يعرف بعلم الجندر علم الجندر ما هو؟ كما يسمونه هو علم النوع الاجتماعي هذا العلم الآن اللي يروج إليه ويسوق إليه عبر كثير من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أكو شغل عليه كبير في الداخل والخارج يشتغلوا على هذا الموضوع هو في الواقع علم يُعنى بدراسة المتغيرات حول مكانة المرأة والرجل هذا العلم يقوم على أساس يقول أن صفة الأنوثة وصفة الذكورة لا يولد بها الإنسان يعني ما يكون شيء اسمه هذا أنثة وهذا ذكر وإنما النسق التربوي والمنهج التربوي الموجود هو الذي يعطي للأنثة هذه الشخصية مثلا ويعطي للذكر هذه الشخصية وبالتالي تصير المرأة ماخذ حيز البيت وتربية الأولاد والأسرة والرجال أو الرجل ماخذ حيز السياسة والاقتصاد والعمل الخارجي يقول لك هذا نسق خاطئ والمفروض أنه ما تصير هذه الأدوار أو تقسيم الأدوار بها الكيفية فلا يكون هناك اعتبار للخصوص أو للفوارق البايولوجية الموجودة يقول لك هذه ما نعتني فيها أبدا ولا نعتبرها شيء ويفترض أن يكون المرأة والرجل ينظر إليهما من منظار واحد هو منظار الإنسانية اثنينهم إنسان وبالتالي يتساووا في الحقوق في الواجبات في توفير فرص العمل في الأجور دور ولا تكلف المرأة بأنها تبقى داخل البيت وتشتغل على أولادها وتربية أسرتها وكذا يقول لك هذا دور تقليدي تجاوزه الزمن عفى عليه الزمن المرأة اللي الآن تقعد بس تجيب أولاد وتربي أولاد داخل البيت وكذا وتقوم بشؤون الأسرة يقول لك هذا دور خاطئ أصلا من هو اللي عطاها هذا الدور يفترض أنها تتمرد على هذا الدور وتزاحم الرجل ويعني تحاول أن تأخذ مواقع متقدمة وتتساوى تكون هناك تكافؤ في فرص العمل تساوي في الأجور تساوي في الحقوق والواجبات وما يبقى ميدان إلا وتقتحمه المرأة حتى لو كان هذا على حساب بيتها وعلى حساب أسرتها ووظيفتها الأساسية طبعا مثل هذه الأفكار الآن يروج لها بشكل كبير والبعض يقول أن الجندر قادم لا محالة يعني هذا السلوك قاعدين يشتغل عليه بقوة ويروجه إلى بشكل كبير جدا وهو قادم إلى مجتمعاتنا العربية والإسلامية شئنا أو أبينا ما يفيد يعني أنتم الآن توعوا ما يفيد أنكم أنتم الآن تقاوموا هذا السلوك يوم من الأيام لازم يصير هذا السلوك موجود عندكم وبالتالي استسلموا إليه وخلوه يدخل ويتحدثوا أحيانا عن يقول لك هذا في واجد أشياء إيجابية تخدم المرأة للأسف يعني أن من وراء ذلك أجندات خبيثة كما تعلمون وارتباط وثيق كما يقولون بين الجندر وبين الاقتصاد هم ينطلقوا من هذا المنطلق يقول لك الآن أحنا عندنا يعني عدد كبير من النساء في بعض المجتمعات العربية سووا دراسة كالعراق مثلا يقولون أن نسبة الإناث بالنسبة إلى الذكور تتجاوز خمسين في المئة والولادات اللي قاعدة تصير الآن فيها نسبة عالية من الإناث مقارنة بالذكور يقول لك هذا الكم الكبير من النساء والفتيات ليش أحنا حاجزينهم وخلينهم داخل البيوت وقاعدين يعني فقط عاطينهم هذا الدور التقليدي اللي هو التربية والأسرة قاعدين نخسر كبير يعني عليهم ليش ما يطلعوا ليش ما يشتغلوا ليش ما يثروا الحياة ويصيروا موظفات وعاملات ويشتغلوا في مجالات الحياة حتى نوفر قدر يعني أكبر من الدخل وننعش الاقتصاد الوطني وغير ذلك من هذه الإدعاءات واقعا هذه دعوة جدا خطيرة إذا كان الإنسان أو المجتمعات الآن بدأت تتحول في تفكيرها إلى هذا التفكير المادي أن كل هدفنا هو المال كل هدفنا هو الاقتصاد هذا هو المحور اللي مستعدين نتخلى فيه عن كل قيمنا ومبادئنا وأخلاقنا من أجل المال هذه مشكلة كبيرة إذا كان التفكير هكذا طبعا بالنسبة للمجتمعات الغربية أو من يروج لهذه الأفكار يروج لها باعتبار أن هذه عقيدتهم هذه أفكارهم هذه رؤاهم لكن نحن ناس عندنا عقيدة عندنا رؤى عندنا شيء غير يختلف عنهم لهذا نحن لا بد أن نحرص على أن نحصن أنفسنا من هذه الدعوات المشكلة أيها الإخوة أننا بدأنا نتلقف أي دعوة تأتي من الخارج يعني نستوردها ونرحب بها ونعتبرها هذا نوع من التقدم دون دراسة منطلقات مثل هذه الدعوة الآن أول ما بدأت دعوات أفرض مثلا تحرير المرأة هذه الدعوات من وين انطلقت؟ انطلقت من أوروبا لو لا لماذا انطلقت من أوروبا؟ لأن المرأة هناك كانت تعاني من سحق لشخصيتها إذا ترجع أنت حتى إلى الكتاب المقدس كتبهم المقدسة ما يسمى بالكتاب المقدس التوراة والإنجيل المحرفة طبعا شوف كيف يتحدثوا عن المرأة في الكتاب المقدس أنها رجس وأنها ينبغي أن تكون فقط للذة الرجل وأنها هي التي تتسبب في أن الإنسان ينحرف عن طريق الحق هي أساس المشكلة المرأة وغير ذلك من الأمور فمثل هذا الجو ولدت مثل هذه الدعوات بينما انت لما تجي الآن إلى الإسلام تلاحظ أن الإسلام لا مو هالشكل المرأة يعني احنا عندنا القرآن ينظر إلى المرأة بإجلال واكبار واحترام كبير القانون الإسلامي الفقه الإسلامي يعطي للمرأة حرية استقلالية قد تقول نعم هذا نظرياً لكن عملياً ما نحن قاعدين نشوف شيء هذا صحيح هذا سبب من الأسباب سبب من الأسباب اللي يخلينا نتلقف هذه الدعوات ونروج لها هو حالة الإحباط التي يعيشها الإنسان في العالم العربي والعالم الإسلامي لما يشوف النفس أنه حقوقياً مهضوم كذا مهضوم اقتصادياً مهضوم يفكر أن الخلاص فيما يأتي به هؤلاء لكن في الواقع نحن نلاحظ أن الإسلام أولى المرأة اهتماماً كبيراً يحتاج فقط أن نرجع أحنا إلى ديننا وإلى شريعتنا وإلى عقائدنا نشوف كيف هو يجل المرأة ويكرمها مشكلة ثانية عندنا هي تقدير المرأة يعني أحنا الآن المفترض أن التقدير أو قيمة الإنسان تابع للدور الذي يقوم به الإنسان كلما كان دوره كبير يفترض يكون تقدير أكبر رضاً الآن مثلاً طبقة العلماء مقدرة في المجتمع مثلاً طبقة الأطباء أو شريحة الأطباء زيان المخترعين المكتشفين مكانتهم كبيرة في المجتمع زيان ليش ليهم هالمكانة؟ باعتبار الدور الذي يقومون به الآن أحنا لما نجي ونريد أن نقيس دور المرأة وما تقوم به المرأة شوفوا دور كبير يعني هو صناعة التاريخ صناعة الحياة المرأة كما يعبر بعض الدارسين يقول هي الشجرة المثمرة في بستان الوجود يعني حياة الوجود الآن الله سبحانه وتعالى لماذا يتشدد في قتل البنات كان والعرب الموؤودة هذه الله يقول وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بَأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ الله يوم القيامة يسأل هذه يسأل الموؤودة بأي ذنب قُتِلَتْ المفترض يسأل من الآن واحد الآن يجيبوه حتى يحاكموه هو مسوي جريمة يسأل الضحية أو يسأل المجرم خب السؤال يوجه للمجرم يقولون له أنت ليش قتلت فلان من الناس أنت البعيد ليش سرقت أنت ليش اعتديت على حقوق الآخرين يفترض أصول المحاكمة هالشكل الله يوم القيامة ما يسأل المجرم وإنما يسأل من الضحية وإذا الموؤودة سُئلَتْ بأي ذنب قُتِلَتْ يقولوا ليش الله ما يسأل لأن يقول هذا من الحقارة والذل والصغار بأنه ميح يعني لا يستحق أن الله يسأله باعتبار أن الجريمة التي قام بها جريمة ضد الوجود الإنساني ضد النوع الإنساني المرأة هي الشجرة المثمرة في حديقة الوجود الإنساني شايفين الآن أنتو لما تروحوا إلى بستان البستان داخل أو داخل بستانة أو داخل مزرعته يكثر من الأشجار أي أشجار؟ الأشجار المثمرة التي تحمل يعني النخيل اللي يزرعها هي النخيل التي فيها ثمر يمكن يسوي له اثنين أو ثلاثة فحال يخليهم للتلقيح لكن أغلب الأشجار ما هي؟ الأشجار المثمرة باعتبار أنها هي التي فيها المصدر ومصدر الدخل المرأة في الواقع هي هذه هي الشجرة المثمرة في حديقة الوجود الإنساني أي اعتداء على المرأة؟ اعتداء على الوجود الإنساني على النوع الإنساني بشكل مباشر ولذلك ينبغي أن تقيم المرأة من خلال الأدوار الدورة التي تقوم بها الوظيفة التي تقوم بها وهذا هو ما نلاحظه في نظر الإسلام كيف يعطي للمرأة الأم مثلاً مكانة كبيرة كيف يعطي للزوجة كيف أن خيرية الإنسان تقاس من خلال سلوك مع أهله مع زوجته يعني الآن لما يجو يقيس معيار صلاح الإنسان مو كثرة صلاةه ولا كثرة صومه ولا كثرة حجه وإنما خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله زياد واحد من علمائنا مراجعنا الكبار رحمهم الله كان يخاطب المرأة يقول لها إنني أنا كمرجع وعندي شغل واجد دراسات وكذا وسهار وتعب أنا مستعد أن أتنازل عن ذلك لك على أن تهبي لي ثواب سهارك ليلة واحدة وأنت تربي واحد من أولادك واقعاً المرأة لما تسمع مثل هذا الكلام تتعزز عندها قيمتها يتعزز عندها الدور الذي تقوم به لكن للأسف أن المجتمع ينظر إلى الدور الذي تقوم به المرأة نظرة سلبية كأنها ما قاعدة تسوي شيء أبداً كأن هذا التعب والسهار والشغل اللي تسويك داخل البيت كأنه شيء تافه كأنه شيء ما إلي قيمة وهذه مشكلة كبيرة لما المرأة واقعاً هو مو بس المرأة هي كل شيء متكرر عندنا نحن لا نشعر بقيمته ما نشعر أنه له قيمة الشمس والقمر كل يوم يشرقوا شايف واحد منتبه إلى أنه هذه الشمس إشراقها والقمر طلوع أو كذا يعني شيء مهم ويحتفي به الأنسان لا النعم من كثر ما تكون موجودة ومبذولة تفقد قيمتها يحتاج أن نلتفت أيها الإخوة أيها الأخوات إلى مثل هذا الأمر نولي المرأة اهتمام تقدير الواحد يحترم زوجته مثلاً الولد يحترم أمه يقدر لها دورها مكانتها يكون هناك إعلاء لشأن المرأة لأن صانعة التاريخ هي المرأة من تصنع التاريخ هي المرأة من تغير الحياة كلها هي المرأة أنت اليوم إذا تشوف أكو علماء وأكو ناس متفوقين في الحياة فلأن كانت هناك أم تسهر من أجلهم تتعب من أجلهم الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراقي هذه الأسماء العظيمة التي تسمع بها وتحتفي بها والتي وصلت إلى أعلى سلّم في درجات المجد الإنساني لم يكن لتكون هكذا لو لم يكن إلى جانبهم أمهات دفعوهم إلى هذه المناطق المتقدمة هذا القاسم بن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه غلام لم يبلغ الحلم تعال شوف شلون التاريخ كل يقف وأمام مواقفه العظيمة تعال شوف هالكلمات اللي صدرت عنا في يوم كربلاء عندما وقف أمام عمه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يستأذنه في الخروج للقتال قال له عم يا أبا عبد الله إئذن لأنا خلاص إني سئمت الحياة سئمت الحياة هذه كلمة يقولها واحد عمر ستين ثمانين تسعين سنة هذا سئم الحياة شاب في مقتبل الحياة يقول أنا سئمت الحياة قال له بني كيف ترى طعم الموت أنت رايح مو رايح إلى مكان تتمشي وتتنزه أنت رايح تموت كيف ترى طعم الموت قال فيك والله يا عم أحلى من العسل المصفى قال بني أهو تمشي برجلك إلى الموت قال وَكَيْفَ لَا يَا عَمْ وَأَنَا أَرَاكَ وَحِيدًا فَرِيدًا لَا نَاصِرَ لَكَ وَلَا مُعِيِّينَ أَرَادَ أَنْ يَنْفَلِتَ إِلَى الْمَيْدَانَ نَادَى الْحُسَيْنِ بالنساء يا زينب يا أمك الثوم يا سكين يا رباب هل ممنى تودعنا من الشباب حقنا به كالحلقة هذه تضمه وهذه تشمه لزمة تركى بسكينة وعمة بحلقة تشمه ومن الخدور مدهوشة طلعت تودع أمه تقل لي يا أبو يا هلوقيت هلك العمك ضمه الهلوقت أنا داخر تاياك بالك تخيب ظنوني قيلها أوصيت يوم أوصية تردين رد جوابي شبان لو شفتيهم ذكرين يوم شبابي أنا محروم من شم الهواء من دون كل أصحاب عطشاننا يا والدي وقت الشرب ذكريني انتزعه الإمام الحسين من أوصاتهن ألوى يديه عليه منادياً بني في أمان الله بني في دعة الله انفلت القاسم إلى الميدان وهو يقول ان تنكروني فأنا نجل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لاسقوا صوب المزن داروا عليه وهو يضرب فيهم ضربات أبيه وجده أمير المؤمنين أنا مناد وحسين بينما القاسم يقاتل وإذا به قد انقطع شسع عليه وقف ابن رسول الله يشده غير خواف ولا هواب بينما هو كذلك وإذا بالأزد جاء من خلفه فاتحاً باعه أذركه يا حسين ضرب القاسم بالسف على رأسي أنا مناد وقاسم و يا حسين يا حسين خر يخور في دم منادياً أدركني يا عمّاه عليك من السلايام وصل إليه الحسين منادياً وولداه وقاسما ياواه بناي عزو الله على عمّك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك صوت والله كثر واتره وقل ناصره بشوناده يا جاسم شبيدي يا رات السيف حزق بلاياك وريدي هاني الكون يوم تخلوني وحادي على خيامي يا عمّي يا عمّي الخيل تفتايا آوار إنحنى عليه حمله يقول حميد بن مسلم رأيت قدم الغلام تسحباني في الأرض أو تخطاني الأرض قلت يا سبحان الله قصر في الحسين طول في القاسم دققت النظر وإذا بالحسين قد نحنى ظهره أنا مناديين وحسين آياء وسيداه والله جعب جعب ومدده ما بين أخوته جعب ومدده ما بين أخوته أعلى شوية هذا يستاهل القاسم الليلة والله جعب جعب ومدده ما بين أخوته أعلى شوية هذا يستاهل القاسم الليلة ولم أنسم عن النسوان صوته يا إجاد سكنة تصيح الله وكبار من عاين تعريس ومدده ما بين أخوته وأولاد عمه شفت أبوها ينتحب وينوح يمي صاحت خرت ونادت يا عرس أعلى شفت أعلى شفت أعلى شفت أعلى قلب الشهيد حسين ذا يب من بشاها اتقل يا نور العين متوسد ثراها محسار على الدنيا يبن عمي وهواها خرت عليهم ومدامعها جريا وقاسما تقل يا عقلي ذا بقلبي من ونيناك فتت قلبي لا تصد ليا بعينا عريس يبني وللمقابر زافين خرت علي تبشي ومدامعها جريا تقل لي من شفت عمك لبسك لثيابك كفا انا من شفت عمك لبسك لثيابك كفا قلت الولد ما يعود من حومة الميدة قومي يا سكني وادعي شمعة الشبان لا ترتجين يعود ليا يا هاشم يا ويلي ويلي اما ام الشهيد رمت بنفسها عليت قل امبارك امبارك بين سبعين الف جابك ياك عن الحنة بدم الرأس دم الرأس دم الرأس حنوات بداية للشمع بين الشاب زفاك زفاك ملبس فاك راسك نبل خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناء عظم الله أجورنا وأجوركم وشكر الله سعيكم وحضوركم أجوركم وما شكرا ما يحظ succeeded